أخبار اليوم لا تعطرت إن لم يكن لديك جديد ده شعار ملوان في داخل التحالف ويمكن دي كانت من الأسباب إن الشباب كانوا متخدموا يا بعض على العموك أنا هتكلم في الأسئلة الموجودة بس هنجمعهم مع بعض وأنتكلم على المجموعة الأولى وأيها الانتخابات وهقول فكر ورد قد يساعد هذا البلد في عمل حياة حزبية حقيقية وإحنا بنشوق الطماء وإحنا عملين نعمل حاجات كبيرة قوي ممكن في الوقت ده برضو بالروح اللي موجودة نعمل حاجات كبيرة قوي ممكن تاخد سنين في العالم كعادة مصر ممكن تعمله في وقت قليل وبدون الخروض عن الدستور الدستور بيقول في انتخابات برلمانية وسكنة الهرم بيتبني من محليات ثم البرلمان ثم الرئاسة إن كانت رئاسة حكومة ورئاسة جمهورية الهرم كده الـ ABC يبقى كده ولكن الظروف أراجت إن احنا في الظروف الحالية قتينا برحص الهرم تمام أقف هنا الدستور يا أستاذ ياسد بيقول انتخابات برلمان ولم يذكر المحليات إذا انتخابات المحليات هي جزء من انتخابات برلمان لأنها غير مذكورة وهي جزء اللي يتجزأ من الانتخابات برلمانية أو النيابية اللي موجودة وبالتالي رؤيتي إيه؟ وحاولت فيها يعني كثيرا ولم أنت شخصيا ولكن يمكن ظروف تغييرت رؤيتي إن احنا الأحزاب دي كلها تتجمع في ثلاث أحزاب بس ثلاثة بس واحدة زي الدنيا كلها وزي الطبيعة بعد شوية هيحصل ده فبدل ما نستنى لغاية ده ما يحصل يحصل دلوقتي ويحصل على أديولوجيات واضحة زي العالم المتحرد اللي الناس كلها بتحلم إن احنا نبقى زيهم واحد يمين واحد وسط واحد يصار نقطوا من أول الصار يبجن معهم هأعلن عن بداية انتخابات المحليات وعلى الثلاث أحزاب إن هم ينزلوا على المحليات قبل القرامان قبل القرامان إنت بتنشئ حيات إنت بتقول عايزة أعمل قناة سويس عايزة أعمل حياة أعزبية عايزة أعمل العيال اللي ماتت والعيال اللي هي قعبة وأنا وإنت والناس اللي حلمت بمصر بتحلم إن مصر دي ما فيها أعزبين ثلاثة أجبار وفيها تدور سلطة ما فيهاش ديكتاتورية وفيها العلم بيزبق وبيتولى عن الجهد والمال مفتكرش حتى يختلف عالكلام ده واللي مات مات عشان المصر ما يلاقش البكرة ولو العلم والخبرة تمكنت المصر مشاهدة إذن أنا بتكلم على رؤية ما بتخرجش برا السندوق بس ما خرجتش عن الدستورة والقانون